تعالوا نعمل جناش الفراولة الجميل ده 190 جرام فراولة بوري وبعد كده هنضيف بقية الحاجات تباعا اول ما درجة حرارتها تعلق شوية يعني تدفع نبدأ ننزل 50 جرام سكر وبعدين هنجيب 4 جرام بيكتين هنحطهم على 20 جرام سكر واده 20 جرام سوربيتول و20 جرام ديكستروز فايدتهم ايه عم احمد انه بيطولوا الصلاحية وبيخلوه الحاجة طعمها اقوى والفليفر يعيش 3 شهور الاربع جرام بيكتين بقلبهم معه 20 جرام سكر وهنزل بيهم لما يبدأ العصير بتاعه يغلي ايه دي يا سيدي السوربيتول والديكستروز الناس اللي بتسألني عليهم ده بيتباع في اي محلات اللي الحلواني او مستلزمة الحلواني او تبحث عليه على النت بيخلي الحشوة طرية لفترة طويلة وما تنشاش ايه دي اول ما غلي بنزل بالبيكتين اللي متقلب في السكر لانه نزلت بالبيكتين على طول يعمل لمس او يكالكع زي ما انشافين يغلي لحد مية وخمسة مية وستة درجة مقوية مهمة جدا 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 غير كده عمره ما هيربط او يديلك الجيلينج الهلامية اول ما يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة هرفعه من على النار وهضيف له اتنين جرام ملح ليمون ضيفينهم مع اتنين جرام مية خلاص ده بالملح ليمون مع المية وارفعه من على النار اهم حاجة ارفعه من على النار واقلبه كويس جدا وبعد كده هصبه في الكنتينر واسيبه لتاني يوم او على الاقل ست ساعات عشان اشتغل به تاني يوم باخده زي ما انتوا شايفين كده افضيه في الوعاء اللي انا اقدر اشتغل بالهند بلندر ادي الهند بلندر اضربه يبقى معايا ناعم وكريمي وبعد كده هحش به البنبون واقدر هحش به كمان الماكرونز والبسكت اللي انت عاوزه كمان يا اللي انت عاوزه